طب نعمل ايه بقى عشان الامتنان يزيد في بيوتنا لو الزوجة حطت في البيت اي اموال على سبيل الفضل لازم نمتدل ليها انا ليه جبت الملف ده وليه قلت الاجراء ده لان كتير ده بيوجع ليه لان مش فرض عليها ده فضل منها حتى لو الانفاق ده على سبيل الطرف الحاجة التانية لازم نعرف ان فيه اصور خمسة للامتنان خير الامتنان ادوامه وانقل داوم على الامتنان حتى لو قليل تاني حاجة الامتنان حقيقي اللي بيكون عن واقع مش عن تخيل وإلا شركة الحقيقة تبرد وحكة على الدقون تالت حاجة الامتنان ليس منه بل هو واجب لإسعاد الزوجين رابع حاجة الامتنان يحتاج لحسن صياغة فهو زي تفصيل التوب كده مش اي كلام مخلاص لكن الامتنان داوات محتاج ايه ان يكون مضبوط على قد شركة الحياة على قده جمالا ومناسبة اخر حاجة ليس لممتن بالمكافئ ولكن الممتن هو من تربع على رؤية الجمال في اقرب الناس اليه الخمس حاجات دولة اللي عملناهم ودي قواعد وحاجات عن قولها كمان نضيف اليها عشان الامتنان يرجع لبيوتنا ونرجع مرتحين ورجع كمان بيوتنا مليانة مهدى ورحمة ونتخلص من كل التراكمات ونتخلص من السواد لما يرجع الامتنان يسري في بيوتنا سرايان الماء في الورد فيرجع للورد فيرجع للورد روحته مرة تانية الروح والريحة والريحان عيرجعوا للبيوت بالامتنان فاصل